وابدأ بيه النادي الآهل والمواجهة الكبيرة قدام الهلال يوم الجمعة إن شاء الله مطالب إيه من الآهل في هذه المواجهة اللي دايماً بتبقى صعبة في السودان يعني مواجهة الآهل والهلال في السودان حتى لو الآهل كان فارق في المستوى الفردي والجماعي بتبقى المواجهة صعبة الأهل يتعامل مع هذه المواجهة لا إن شاء الله النهادي الآهل طبعاً بعد طبعاً البطولة الاندية بسع Camera blooms النادي الآهل فيه ثقة في الأداء فيه ثقة أيضاً في الجهاز الفني فيه ثقة أيضاً في أداء اللعبة اللعبة ده لقتي عندها خبرات كويسة يعني هيقدر يلاعب النادي السودان هناك وأنا واثق تمام السكن أنه برضه المتيجة بص الإمكانيات الفرقتين هتلاقي إمكانية الآلي أحسن يعني بكتير وأتمنى طبعاً الفوز إن شاء الله النادي الآلي لأنه إذا أنت قلت كده كريم المتشط دائماً فيه السودان بتبقى فيها صعوبة شوية أيوة فيها صعوبة من ناحة الطاقس فيها صعوبة من ناحة الملاعب والجماهير وكل هذه الأمور ولكن نادي الآلي اللعب قبل كده اللعب كتير يعني نحب مع المريخ ولعب مع الهلال ولعب وأتمنى إن شاء الله فوزي الآلي في هذا اللقاء إن شاء الله يامو الجمع غياب الجماهير هيكون مفيد للنادي الآلي يعني النقاطق قوة اللي بيضعب بيها الهلال دائماً الجماهير والإستاذ وطبعاً إمكانياتهم إعجابة جماهير ممكن يفرق مع الناديالاهة لا افرق طبعا لأن برضه هما الجماهير في السودان بيحبوا فرقهم أو بيحبوا المريخ الهلال كل الفرق دي بيحبوها وبيشجعوها طول الوقت ولكن الاعل الشبراطه في كرة الأفريقية كبيرة حتى لو حضر جماهير لا النادي الأهة اللي اسلوبه لأداءه لفكره وزي مرتد حتى اللعبة خبرات اللعبة خبرات كويسة جدا في كرة الأفريقية الانتاك نادي النادي الأهة Cola واستكراره الفني في الفترة الأخيرة مع مدير فني جيد ورائع جدا بيفوز ببطلتين دوري أبطال أفريقيا برونزيت كاس العالم مرة تانية على التوالي أيضا تؤهله أنه يحتفظ باللقب؟ إن شاء الله إن شاء الله مشهور الآلي كويس ومشهور زي ما قلت لك الندي الآلي دائما نادي بطلات يعني أي مدير فني النهاردة بيبقى متواجد في الندي الآلي لازم يبقى النهاردة عنده رؤية لبطولة سواء دوري عام سواء كاسر ربطة سواء بطولة أفريقية عنده رؤية دائما لأنه بيبقى مطالب مطالب من الجماهير الآلي وأعضاء النادي الآلي ومجلس إدارة النادي الآلي والإعلام في النادي الآلي كل ده مطالب من المدير الفني لحق أبو طول طيب